أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم سياسي سوداني ينتمي إلى قبيلة الزغاوة. إحدى كبرى القبائل الأفريقية في إقليم دارفور. ظهر على مصرح الأحداث مع بداية التمرد المسلح في الإقليم في عام 2003. اذ تقلد أنذاك منصب الأمين العام والقائد الميداني لحركة تحرير السودان قبل انشقاق فصيله عن الحركة. تقلد في وقت لاحق منصب كبير مساعدين رئيس السوداني المعزول عمر البشير. بعد اتفاق أبوجة لسلام دارفور في عام 2006. ومنصب رئيس السلطة الانتقالية لدارفور إبان هذه الفترة. ونائب رئيس الجبهة الثورية حاضنت فصائل دارفور المسلحة إلى جانب فصائل وأحزاب أخرى. أسأل السيد مني أركم الناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان عن فرص إحلال السلام في دارفور تحت مظلة مفاوضات جوبا. وعلاقة حركات دارفور المسلحة بالسلطة المركزية الحالية في الخرطوم. سيد مني أركم الناوي أهلا وسهلا بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي العربية. أهلا وسهلا بكم. إذا بدأنا من أحداث الجنينة. ماذا تقرأ حضرتك في هذه الأحداث؟. هناك حالة من عدم الثقة في اللجنة المشكلة حاليا. لماذا؟ نعم في الحقيقة هناك أحداث موسفة جدا. تزامنت هذه الأحداث بعياد الاستقلال وعياد الاستقلال للشعب السوداني. وكذلك عياد الميلات لكل الأشعوب الإنسانية في العالم. ونحن في الحقيقة تأصفنا عندما سمعنا كل الأحداث التي جرت وخاصة القضية أو المشكلة التي انزلقت فيها أهلنا في الجنينة. وخاصة موضوع ما يشبه بالقضية القضية تسمى بالقبلية. عندما كانت النزام السابق فيستخدم القبائل. وهذه المشكلة تتظهر فيها قضية أو مشكلة السودان بصفة عامة. وكذلك تراكم السياسي وتراكم المظالم التي لم تكن تحل في وقت من الأوقات العام. هذه المرة استخدمت الأسلحة الثقيلة. وهذه ليست المرة الأولى حدثت ذلك في عام 2017. ألم يكن من الأبد إيجاد حل في المفاوضات بدلا من أن تعلق لأربعين وعشرين ساعة على أحد يدري إن كانت ستمدد أو لا؟ تعليق المفاوضات كان فقط تعبيرا للمعصا التي لهقت بأهلنا في الجنينة. وكذلك لإيجاد حقيقة هل الحكومة جادة على حل هذه المشاكل أو غيرها. ولكن ذلك الأمر لا يعلق المفاوضات لأكثر من الساعات وربما أكثر من الأيام. ولكن سوف نمضي قدما لحل قضية السودانية بصفة عامة. لأن المشكلة نفسها هي وليدة أو نتيجة لنتائج والتراكمية التي حصلت في السودان والتي لم تحل بعد. ولكن اللجنة المشكلة من قبل عبدالخالق بدوي والي غرب درفور العسكري. هناك مطالبات من داخل الجبهة الثورية بتشكيل لجنة أخرى مستقلة. وهذه لب المشكلة الموجودة في جوبا وفي التفاوض عموما بهذا المصار. غياب الثقة بين الأطراف حتى في تشكيل لجنة لتقص الحقائق بشأن أحداث الجنينة. غياب الثقة هو الذي أدى أو قاد الناس إلى جلوس في جوبا. وقاد الناس إلى جلوس في أو تكالب المجتمع الدولي. وتحرك في إيجاد الحل دائم للسودان. وغياب المشكلة أو غياب الثقة نفسها مسألة التي أدت وقادت إلى مظاهرات العامة. وكذلك الثورة لإقلاع النزام الصابق. فغياب الثقة موجود نعم. ولكن نحن كمسؤوليين ونحن كسياسيين. ولدينا مسؤولية سياسية ومسؤولية أخلاقية لأهلنا. يجب أن نتحل بالصبر ونمضي قدما ما بعد من أجل الحل وإحلال السلام الدائم والشامل. وأفتكر الموضوع بتاعة اللجنة. حتى هذه اللحظة أنا لم أطلق على ذلك. ولكن يجب أن تكون اللجنة حيادية. ولها ثقة كاملة. ولها خبرة. ولها دراية أيضا. وأيضا لها كينونتها الاستقلالية من أجل وضع اليد على المجرمين. سيد من ناوي. الحديث عن سلام عادل وشامل في السودان هو كلام جميل. لكنه إنشائي. جنح حضرتك على مائدة جوبة طالبة بالمشاركة. مشاركة الحركة في كل المؤسسات الموجودة. وتوعدت في حال عدم تحقق ذلك بأن المليونات موجودة وستخرج بالملايين. يعني معناها إما السلطة أو الانقلاب على مصار التفاوض. وهو من تقدتم فيه سابقا في عام 2006. أبدا نحن لا نسأل لمشاركة في المناسب بقدر ما أن نسأل بوضع القوالب على السلطة ووضع معايير التي يمكن أن يحكم بها أو تحكم بها السودان في مستقبل. وكذلك وضع القوالب لحل مشكلة سودانية من إعادة هيكلة الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات. وكذلك وضع القوالب الحقيقية والمعايير لمشاركة الشعب السوداني في قضاياها. وأيضا عدد النازئين والنازحين لقراهم ولتعويضاتهم النفسية وتعويضاتهم المالية وكل الذي حقت بهم. لذلك نحن لا نريد السلطة بل وجدنا السلطة وتركناها. والآن نسأل لوضع المعايير فقط. هل تحاولون إقصاء الحرية والتغيير والتقرب من المجلس العسكرية أو قيادته الآن؟ خصوصا أنتم قلتم أن الحركات المسلحة هي التي صنعت السلمية التي بدأت بها الثورة. إذا كانت الحركات المسلحة التي أخفقت طوال أعوام أن توقف نزيف الدم في السودان. وماذا فعلت قوى الحرية والتغيير والثورة السودانية أو الانتفاضة السودانية؟ نحن من صنعنا قوات حرية والتغيير. نحن جزء من قوات حرية والتغيير. نحن من فعلنا مع قوة حرية تغيير حتى لحظة إسقاط النظام ولكن الذين يدعون قوة حرية تغيير هم الذين استوحزوا وهم الذين تركوا جفحة سورية خلف الستار فلذلك نحن لا نريد الحرب هذا الجانب الجانب الآخر الذي ينزف الدماء والذي كان صببا في نزيف الدماء هو النظام المؤتمر الوطني والشاهد في الأمر أنه بعد سقوط هذا النظام لم يكن هناك أو لم تكن هناك حربا قد طرعت مع أن الحركات لديها أسلحة ربما هي متطورة أكثر من أول فنحن لا نريد الحرب نحن نريد السلام ولكن هذا السلام يجب أن نجد له شريك حقيقي من أجل صناعيه ومن شريككم إذن في هذه المرحلة حمدتي لأن حضرتك قلت أنا وحمدتي أكثر ناس تعرضنا لخسائر ولم نجد من يبكي معنا ألا تجد في ذلك ضيما كبيرا في حق قوة الحرية وتغيير في وقت قد يرى في ذلك محاولة للتقرب من حمدتي في هذه المرحلة لأنه ربما يرى على أنه الأقوى وهو ذات السيناريو مرة أخرى الذي طرح في انتقادات لحضرتك بعد 2006 أبدا ليس صحيح ليس صحيح ذلك اعتراف الحمدتي في الحقيقة جاء من ما يسمون الذين يسمون أنفسهم قوة حرية والتغيير عندما كنا نحاربهم عندما كان هو عدو لنا اعتراف الحمدتي نفسه كان في اللحظة التاريخية لم نكن راضين لذلك فكان ذلك يشهد عليه التاريخ ولكن الآن حمدتي نفسه جزء من العنصر من عناصر الوضع وكذلك قوة حرية والتغيير جزء من عناصر الوضع وبالتالي نحن نتعامل مع جميعهم فإذا كان الأمر في السلام يجب علينا جميعا أن نضع يدينا في أرضية السلام حقرتك تسميهم أو تقول إنهم من يسمون أنفسهم بقوة الحرية والتغيير ألم تكونوا جزءا من هذا الحراك وجزءا من هذه الاتفاقية التي على أساسها وقعت المبادرة والتي خرج خلفها ملايين السودانيين وأسقاط البشير الذي حضرتك تقول أنه الآن هناك موقف محاصصات الحكام الجدد الذي ترفضه وتقول أنه في أعقاب إسقاط البشير هناك محض إبدال تمكين بتمكين أسوأ أنتم كنتم جزء من ذلك ووفقتم عليه نحن جزء من الشعب السوداني نحن جزء من الثورة نحن جزء من الحراك ولكن لسنا جزء من الفئة القليلة التي استوحزت على كل الأمور وفئة التي ادعت بأنها هي الثورة وأنها هي البلد وأنها هي الشعب فئة قليلة جدا وعدت يحصب بأصابع اليد فلذلك نحن جزء من الشعب السوداني الكبير الغزير الذي وقف أمام القيادة العامة ورفع كل الشعارات إذا جمعنا تلك الشعارات التي خرجنا منها دستور السوداني في الحقيقة. ولكن للأسف الذين يدعون الآن هم فقط يدعون وليس هم الشعب السوداني. وليس ذلك الشعب السوداني الذي وقف في أمام القيادة العامة. والطرف الآخر قد يرى في منطق حضرتك خصوصا مع متابعة مساركم السياسي. وصولية أو انتهازية سياسية. لأن البشير الذي حضرتك تقول أنه بعدما سقط أسقط السلاح هو ذاته الذي كنتم أنتم توليتم منصب كبير مساعديه بعد اتفاق أبوجة في 2006. وبالتالي المخاصصات التي ترفضونها هي مرفوضة فقط إذا لم تكن جزءا منها. ومقبولة إذا كنتم على رأسها. أبدا. المنصب الذي أخذناه في فترة أبوجة تركناه في القصر. وحتى هذه اللحظة المنصب مجدوع ومغزف في القصر. فعليهم إذا أرادوا عليهم أن يذهبوا ليلتقطوه. هذا الجانب. الجانب الآخر. حتى هذه اللحظة نحن نبحث عن فرصة السلام. إذا وجدنا فرصة السلام لا نبالي منه رئيس في الدولة. إن الذين ارتكبوا جرائم. القانون هو الأول. وهم يخضعون للقانون. والقانون والعدالة هي التي تسوقهم إلى من يريده. والبشيرة الآن في سجن. نحن لا نتعاطف مع بشير. بل نحن أصبحنا في دولة سودانية. وأصبحنا في قصر الجمهور السوداني. وسنكون في قصر الجمهور السوداني. فهذا من حقنا. ولماذا هم يشتكون بأننا نكون جزءا من القصر الجمهوري. أو جزءا من السلطة السودانية. ومعنى ذلك أن حضرتك لما تقول أننا لسنا معنيين بالسلطة ولا نطلبها. هناك تناقض كبير فيما تقولون. وبين الجملة التي ذكرتها قبل ثوانيا. مشاركة في سلطة. مشاركة في سلطة هي آلية لتنفيذ برنامج السياسي. أصل مشكلة موائد التفاوض في جوبا في المسارات المختلفة. سيد منه. لأن السلطة هي التي طردت أهلنا. وسلطة هي التي حرقت أهلنا. سلطة هي التي قسمت السودان. سلطة هي التي أدخلت السودان في نفق المظلم. سلطة هي التي فعلت كل ذلك. السلطة ليس منصبا. والسلطة ليس مكسبا. إنما السلطة هي فقط آلية للتنفيذ. وآلية لخدمة المواطنين. حضرتك قلت أنه وصفت قوى الحرية والتغيير أو بعض فصائلها أو بعض طياراتها بأنها رأس مالية مرتبطة بالنظام السابق. وقلتم أنهم يحاولون إقصاء الأصوات الأخرى. ماذا تحاولون أنتم الآن باستبعادها أو طلب استبعادها من موائد مفاوضات جوبا؟ نحن لا نريد الاستبعاد آخر. نحن لا نريد أبدا الاستعباد أحد. نحن نريد عمل مصاوى. نحن نريد خلق الدولة مواطنة. نحن نريد خلق الدولة قانون. نحن نريد خلق الدولة التي تساوى فيها الجميع على كتف والصاق. نحن نريد عمل. نحن نريد إزالة كل التراكمات السياسية والتراكمات المظالم التي تركها الاستعبادات وورسها الحكام السودانيين. فلذلك نحن لا نريد الإقصاء على آخر. إنما نريد أن نجهد كل من يريد السيطرة وإحتكار السلطة. فلذلك نحن سوطنا دائما عالي ويعلو في أماكن التي نريد أن نبين لأهل الشعب السوداني جميع. أصل أزمة فصائل دارفور على موائد جوبا باستثناء المسارات الأخرى بعيدا عن دارفور هي اقتسام السلطة والثروة. لو لم تكن هذه المشكلة قائمة لما كان هناك أصلا مائدة تفاوض في جوبا. ما هي النقاط العالقة من وجهة نظركم إذا أعطيتنا أخبار أو معلومات جديدة تجعل هذه المفاوضات متعثرة في الجولة الثالثة؟ كل القضايا مطروحة وكل الملفات مطروحة. لم تكن مسألة اقتسام السلطة وحدها الموضوع. بل وضع المعايير وكذلك القضايا. ألا أساسها قضايا إنسانية. ألا أساسها قضايا تعودة النازحين واللاجئين. أولها قضايا الوضع الإنساني. ووضع كذلك الخلق الكرامة الإنسانية ويعادة الكرامة الإنسانية لإبناء السودان جميعا. وخاصة إبناء الدارفور في تلك المفاوضات. فلذلك الملفات كلها موجودة. من الأرض إلى السلطة. إلى تقسيم سروة. إلى وضع معايير لخلق السودان المستقر. الذي يجب أن يحدث عليه من يحكمه أو كيف يحكمه. بدلاً عن من يحكم. إذا كان حتى ممبر المفاوضات عليه اختلاف يا سيد مني أركم الناوي. هناك اختلاف على الترتيبات الإدارية بالنسبة للوسيط والمكان والزمان. وعلى التمويل ونقل الممبر المتفاوض عليه من جوبا إلى خارج جوبا من جانب بعض الأطراف. هذا يعني أن الخلافات أحياناً تكون إجرائية وشكلية. دون النظر إلى مصلحة الشعب السوداني في إقليم بارفور. بكافة فصائله ومناطقه وأزماته التي نرىها متبثلة في أزمة الجنين والغير. أبداً. هذا موضوع غير مطروح. المطروح هو يجب على ممبر جوبا أو أي ممبر يريد يستضيف المفاوضات عليه أن يحزى بالشروط وبالمعايير الدولية. لأن كل المعايير أو كل المنابر التي تستضيف القضايا. مثل قضية الدارفور وخاصة قضية السودان. قضية التي فيها تدعيات كثيرة جدا. فيها إبادة جماعية. فيها تطهير الإرقي. فيها أكثر من خمسة مليون نازي واللاجي. فهي قضية ليس صغيرة. قضية كبيرة جدا. فلذلك يجب على الممبر أن يحزى بكل المعايير التي قلناها. فحتى هذه لحظة لم نرفض الممبر. وبل طالبنا تعزيز الممبر بدول الجوار. والآن لدينا وفد يرابط معنا منذ الأيام ومنذ الأسابيع من وفد من الرئيس إدريس دبي من دولة كيات. وأيضا طلبنا مشاركة كل الدول الجوار لخلق الزخم الدولي. ولخلق الزخم الأغليمي. ولخلق الضمانات التي يمكن أن تنفذ فيها أي اتفاقية. والتنافس بين الحركات المسلحة في دارفور. سيد مني أركم الناوي. لها علاقة بالأساس بتقاسم السلطة والثروة. وجانب منه حضرتك أقريت به الآن. من دون النظر إلى مناطق الحرب في دارفور وجنوب كورتفان ونيل الأزرق. والدليل أنه يتوقع كثيرون أنه إذا حصلتم أو خصل فصيلكم على ما يريد في هذه المفاوضات. على الأقل في الجولة الثالثة ستخرجون عن الشكل العام. كما حدث في 2011 بعد أن حصلتم على حصة من السلطة. هذا السيناريو سيتكرر من وجه النظر كثيرين. فصيلنا إذا أراد السلطة لوجد السلطة قبل ذلك الفترة. فصيلنا إن أراد السلطة لما ضحى أكثر من أي فصيل آخر في السودان. فصيلنا يتحدث عن قضايا في شرق السودان. عن قضايا في الوسط السودان. عن الشمال السودان. عن المناطق الحرب في منطقتين والشمال في منطقتين. وكذلك في الشمالية الأقصى. فصيلنا يتحدث عن دارفور بصفة عامة. عن السودان بصفة عامة. فسيلنا يتحدث عن أن انقسام السودان عندما كان أهلنا في جنوب السودان وجدوا ظلما من المركز فسيلنا يتحدث أن الإبادة الجامعية أنها كارثة إنسانية كبيرة هصلت في قرن 21 هصلت في قرن الذي انتهت فيه كل القوارث فسيلنا يتحدث عن الوضع معايير للسودان بصفة عامة معايير السلطة اقتصام الصروة للشعب السوداني لمستقبل الأجيال وليس لفصيلنا فسيلنا يتحدث عن الانتخابات الحرة ونزيحة ووضع وخلق الآليات لتلك الانتخابات كل طرف يتمسك بثوابته ليس هناك من مفاوضات كل الأطراف فيها لا تريد تقديم تنزلات لا نتصل إلى حل إلا إذا كان هناك نقاط مشتركة في الوقت الذي حضرتك تعدد أولوياتك أو الأولويات الفصيل بهذه الطريقة سيد عبد العزيز الحلو يتحدث عن أن الحركة لن تتنازل عن مطلبها بمعالجة الجذور التاريخية ولن تقبل بترحيلها إلى المؤتمر الدستوري ويتحدث عن أزمة السودان المسلح الحديث الآخر عن علمانية قابلة للحياة عن حق تقرير المصير هذه نقاط من حقه أن يتحدث بذلك من حقه أن يتحدث بذلك وهو يتحدث بلسان الشعب وليس بلسانه وكذلك فسيلنا يتحدث عن لسان الشعب وليس بلسانه وكل من يريد يتحدث عن السودان فعاله فله الحق ولكن مسألة التنازلات هي مسؤولية فإذا وصلنا للنقاط متقاربة تقارب بأن نجد أن هذه النقاط تخلقت سودان المستقر. فلدينا تنازلات أيضا. فقد تنازلنا قبل ذلك من أجل السلام ومن أجل الاستقرار. لكن ربما أولويات شعب السوداني مختلفة. وأنا هنا لا أتحدث باسم الشعب السوداني. ولكن على الأقل بما انتقدته قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بمسارات جوبا. يعني قيل أن تأخير المفاوضات مثلا من بابه من حيث المبدأ يؤثر على استكمال هياكل الحكومة الانتقالية. يعني حكام الولايات والمجلس التشريعي. ومسألة حكام الولايات هي نقطة متعثرة جدا في هذه المفاوضات. هل هناك من تنازل يمكن أن يقدم؟ أبدا. هذا ليس من الأولويات الشعب السوداني. أولويات الشعب السوداني إزالة كل المظالم التاريخية. وأولويات الشعب السوداني خلق السودان مستقر دولة المواطنة. التي تصاوى فيها شعب السوداني جميعا. بدلا عن علوء الإرق على الآخر. أولويات الشعب السوداني هو إزالة القيود التي خلقتها الحكومات السودانية من القبل. حتى أن ينعش السودان اقتصاديا. أولويات الشعب السوداني دخول كل الذين لهم الحق. وكل الذين صاهموا في صورة سودانية. في مساحة واحدة لخلق الأرضية صلبة من أجل انطلاق إلى مرحلة ديمقراطية الجديدة. ترجمة ذلك هو المشاركة في الحكم يا سيد من ناوي. ترجمة ذلك هو بالضبط ما ذكرناه في البداية. مشاركة في الحكم كما قلت لك يا أختي. هذه يعني أنها مشاركة في آليات من أجل خلق الأرضية السياسية معقولة. يعني كيف يمكن مركزة القرار؟ مشاركة في الحكم ليس حراما للآخرين. وحلالا للآخرين الذين لا يمثلون 1% من الشعب السوداني. المشاركة في الحكم في هذه المرحلة تعتبر مشاركة في خلق الأهليات من أجل عودة النازحين واللاجئين. ومن أجل خدمة الأهل الذين حاربتهم دولة سودانية من عرق مالهم. مشاركة في الحكم في هذه المرحلة تعتبر خلق السودان. تعتبر خلق السودان وخلق الجسور قوية لعبور السودان إلى مرحلة ديمقراطية. كل هذا كلام جميع. بس برضو إنشائي. أنا أتوقف مع حضرتك عند التفاصيل يا سيد مني أركو ميناوي. من بين هذه التفاصيل. إنه إذا أجلت مسألة تعيين حكام الأقاليم وتشكيل المجلس التشريعي. بانتظار إضافة اتفاقيات السلام للوثيقة الدستورية. يعني ذلك تعطيل ما تريده حضرتك العمل اليومي من أجل مصلحة المواطن من دول حكام الأقاليم. لن ستكون السلطة ممركزة في هذا الخطوع. الذين يعينونها الآن. الذين يريدون أن يتعيينهم الآن. حكام قد قصدوا من ذلك بأن يقوموا بتزوير الانتخابات. فهي آليات لانتخابات. آليات انتخابات مبكرة. آليات لانتخابات التي لم تمثل الشعب السوداني. فلذلك نحن رفضناه وسنرفض إلى أن يجد فرصة صانحة بأن يتم جلوس كل شعب السوداني في مكان واحد. من أجل تكوين هذه الآليات بشكل فيه تراضية. على الرغم من ذلك. اتفاق مصار درفور يضع ما تراه حضرتك الآن أولوية أولى في المرتبة الخامسة أو السادسة. يعني لا يأتي إعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية. إلا بعد الهوية. الحريات العامة حقوق الإنسان. استغلال الدين في مؤسسات الدولة. صناعة الدستور ونظام الحكم. ويبدو لي أن اتفاق درفور منافي تماما للأولويات التي حضرتك وضعتها بهذا الترتيب. فهل سيتغير ذلك؟ الهوية أساس المساواة. وقضية الدين استغلت في فترة ستين سنة من أجل القتل والجزر وانقسام الجنوب وانقسام الشمال. فكل هذه أساسيات لشعب السوداني. وحتى وإن لم تكن هي أكل ولا شراب. ولكن الأساس في الأمور فهي أرضية الصلبة التي تقف فيها المساواة والعدالة. الوضع الإداري في درفور في الفترة الانتقالية. وما تراه حضرتك الحق التاريخي أو تراه فصائل درفور الحق التاريخي. والعودة إلى حدود درفور التاريخية تعني ببساطة من وجهة نظر بقية الشاب السوداني. الذي هو غير موافق مثلا على مطالب الفصائل المسلحة. انفصال درفور عن السودان. أبدا هذا لا يعني انفصال. إنما يعني حدود معروفة. ولكل الدولة لديها أقاليم. ولديها محليات. ولديها محافظات. فهذه المحافظات تتسم بحدود تاريخية. وبحدود معروفة جغرافية. فلذلك ماذا يمنع إن كان هناك هذه الحدوث واضحة. بالنسبة لشعب السوداني جميع. وبالنسبة لشعب دارفوري. الذي يمثل الآن أكثر من 60% من الشعب السوداني. هل هذا حرام على الآخرين؟ أم حرام على شعب دارفوري فقط؟ بالنسبة للعدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة. ألا ترى حضرتك أن وضع ذلك على رأس الأولويات. أو في المرتبة الثامنة ربما في أولويات دارفور في هذه المرحلة. ألا ترى في ذلك ربما إحراج لحضرتك وضعك نصاب المسألة. إذا ما تم تحقيق العدالة الانتقالية في دارفور. وأنت كنت مستشارا أول للرئيس السوداني السابق عمر البشير. ربما تطالك ما نراه الآن من محاكمات لمسؤولين آخرين. أبدا إذا كان هناك قضية تلتمسني أو تطال عليها. فأنا مستعيد على ذلك. فأنا كنت مسايدا للرئيس أو مسايدا للرئاسة الجمهورية في قصر الجمهوري. بحكم الاتفاقية التي لم تنفذ. والذين تطال هذا القانون. هم ليس حركات المصلحة. إنما هم الآن موجودين. فربما موجودين في السلطة. وربما موجودين خارج السلطة. وربما موجودين في تنزيمات مختلفة. فلذلك مسألة قانونية أو مسألة العدالة مسألة مهمة جدا. حتى ولو تأتي على رغبته. سيد مني أركم الناوي. رئيس حركة جيش تحرير السودان. أشكرك لوجودك معنا على شاشة بي بي سي عربي في بلا قيود. شكرا لك. شكرا لك.